صباحا يجوب النقيب حيدرهادي وفريقه منطقة الكرادة وسط بغداد يلتقون بالمرة ويزورون المحلات بهدف توعيتهم من خطر الشائعات التي تنتشر في العادة كالنار في الهشيم محذرا إياهم في الوقت نفسه من مغبة ركون إليها وآثارها على المجتمع القسم معني بجانبين الجانب الأول هو التوعية وتثقيف الجانب الآخر هو رصد الإشاعات المتداولة على عموم السوشال ميديا الجانب الأول هو التوعية والتثقيف أيضا بيه جانبين الجانب الأول هو توعية وتثقيف ميداني الأسواق المحلية التجوال ضمن أزقة وأرقة بغداد وأيضا المحافظات والجانب الآخر هو توعي وتثقيف داخل الجامعات العراقية والمدارس بعمومها تقسم الشائعة أكاديميا إلى 11 نوعا منها الزاحفة والسريعة والراجعة والاتهامية الهجومية والاستطلاعية والإسقاط والتبريرية إضافة إلى التوقعية وتلك التي تزرع الخوف أو تخلق الأمل وتقف خلف انتشارها عوامل مثل الشك والقلق وأجواء التوتر النفسية التي تخيم على المجتمعات وسوء الوضع الاجتماعي والاقتصادي وتفشي البطالة وغيرها في العراق تنشط ظاهرة شائعات نظرا لوجود جيوش الكترونية تسهم في تغذيتها وتوجيهها لجهات متعددة تعريف الشائعات هي خبر أو مجموعة أخبار مضللة وزائفة أو مجموعة أفكار أيضا مضللة وزائفة التي تتداولها بالمجتمع دون معرفة صحتها أو الاسناد إلى ذليل حقيقتها مصادر شائعاتكم متعددة غالبا ما تكون مصادرها يحيطها الغموض أو أنه يحيطها عدم مزاقية ذلعبتها قانون العقوبات العراقي لعام 1969 نص على معاقبة المتسببين بشائعة بالحبس والغرامة لمنع التأثير على الرأي العام كما أنه نص على فرض ذات العقوبة على منحاز مطبوعات أو تسجيلات تؤدي نفس الغرض فضلا عن عقوبات أخرى تفرض على ناشري الأخبار الكاذبة أو المصطنعة أو المنسوبة إلى الغير كذبا المنطقية في تلقي الأخبار وتأكد من مصادرها والركون إلى البلاغات الرسمية وعرض الحقائق على مدى نوسع باستثمار وسائل إعلام آليات يحددها مختصون بأنها أمثل السبل لمحاربة الشائعات وتقليل آثارها ومخاطرها سربة القاسة الحرة أربيل ترجمة نانسي قنقر